اهلا بكم الى هذه النشرة من الميدين وتتابعون في ابرز العنوين ارتفاع وحصيلة هجوم داعش الارهابي جنوبي بغداد لاكثر من مئة شهيد الحرائق تلتهم المزيد من المناطق في فلسطين المحتلة ونتنياه يتوعد بمعاملة مشعلي الحرائق كارهابي وفي النشرة صمت انتخابي في الكويت عشية انطلاق تصويت الاختيار اعضاء مجلس الامة السبت صباح الخير ارتفعت الى اكثر من مئة شهيد حصيلة تفجير الصهريج المفخخ الذي استهدف محطة وقود حيث كانت تتجمع حافلات تقل زوارا عائدين من كربلاء في محافظة بابل جنوب بغداد مصدر امني انكشف للميادين ان الشاحنة كانت محملة بخمسمائة لتر من مادة نترات الامونيو فيما اعلن داعش مسئوليته عن الاعتداء الدموي الخارجية الايرانية دانت تفجير واعلنت ان بين الشهداء اربعين ايرانيا اضافة الى عشرين جريحا وزارة الخارجية المصرية دانت تفجير الارهابي الذي وقع في مدينة الحلة جنوب بغداد واكدت الخارجية المصرية وقوف القاهرة الى جنب العراق في مواجهة الارهاب حزب الله بدوره اكد ان الجريمة استمرار لمسلسل القتل الذي تنفذه هذه الجماعات المتفلتة من كل عقال والخارجة عن اي عهد مؤسسة جماعة علماء العراق اعتبرت ان العمل الارهابي جاء بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها ابناء العراق في ميدان القتال الى الموصل حيث ضيقت القوات العراقية والخناق على تنظيم داعش بعد احرازها تقدما جديدا في الاحياء الشرقية للمدينة العميد في قوات مكافحة الارهاب معا السعد قال ان قواته تقاتل مسلح تنظيم في حي شقق الخضراء وقد تمكنت القوات العراقية على مدار الايام الماضية من قطع خط الامداد الرئيسي لداعش الممتد من الموصل غربا باتجاه سوريا حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمن ان بلاده سترد على الهجوم في منطقة الباب شمال سوريا والذي ادى الى مقتل ثلاثة جنود اترك للأسف قتل ثلاثة جنود وجرح اخرون بضربة جوية من الواضح ان البعض غير مسلور بهذه الحرب التي تخوضها تركيا ضد داعش هذا الهجوم سيكون له رد وهذه الهجمات بغض النظر عن مصدرها لن تؤثر في تصميم تركيا على محاربة الارهاب الباب تحت قصف المدفعية التركية درع الفرات ورتل تركي على تخوم المعقل الاخير لداعش في ريف المدينة نحن الان على مشارف مدينة الباب نبعد الان عن مدينة الباب 2 كيلو متر على اطرافها الرتل نفسه لم يقيد له ان يتقدم بعيدا ليلة امس غارة ليلية لمقاتلات قيل انها سورية دمرت الرتل المتقدم اختلاط القوة التركية بقوات درع الفرات الرديفة لم يمنع الجيش السوري من اعادة رسم خط احمر حول المدينة الاستراتيجية وتنفيذ ما هدد به بقصف الاتراك اذا ما حاولوا الوصول الى المدينة او التحليق في اجواء الشمال السوري باعتقاد الاتراك اليوم لجموا امام الباب لكن حاولوا جسوا النبض من خلال تقدم جديد الاتراك الآن اخذوا رسالي ان الجيش السوري وحلفاه مستعدون للمضي الى ابعد مدى في مسألة المواجهة الدبابات التركية ودرع الفرات قدموا 1700 كم مربع منذ ان عبرت الحدود من جرابلس في ابل ماضي الرئيس السوري بشار الاسد كان قد حذر الاتراك من مواصلة التواغل في الاراضي السورية لواءان مدرعان تركيان وخمسة الاف جندي ومثلهم من القوات الرديفة في درع الفرات شمال المدينة حيث خطوط داعش في الباب وسبعة كيلومترات خلفها الى الجنوب تفصلها عن خطوط الجيش السوري واشتباك قد يتحول الى صدام تركي سوري اذا ما حاول الاتراك دخول المدينة داعش الذي بدأ صحب قواته من الباب كي يدخلها الاتراك عبر درع الفرات يسعى الى التعجيل بالصدام بين خصومه الجيش السوري يحشد في مطار كوارس على بعد خمسة عشر كيلو مترا جنوبا وسيطرة الاتراك على الباب عبر درع الفرات يضعه في مرمى نيرانهم ويضع انتصارات حلب كلها وتوقى شرقها والجهود الروسية السورية طيلة اشهر في مهب الريح وهو ما لن تقبل به لا موسكو ولا ديماشق ديماناصيف ديماشق الميادين عبرت اكثر من عشرين شاحنة تحمل لوحات اربيل شمال العراق وتجهت لمدينة منبش في الشمال السوري وفق ما اكدت مصادر مطالعة للميادين المصادر اشارت الى ان الشاحنة تحمل سيارات ربعية الدفع واخرى مغلقة يتوقع انها تحمل سلاحا وذخيرة لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية في منع تقدم القوات الموالية لتركيا باتجاه منبش هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد اعلنت استعدادها لدعم ومؤازرة قوات مجلس منبش العسكري في حال تعرضها لاي خطر او عدوان اعلنت وزارة الدفاع الامريكية مقتلى احد جنودها في الرقة شمالية سوريا متأثرا بجروح اصيب بها قبل ثلاثة ايام جراء تفجير عبوة ناسفة في قرية تل السمن ويعد هذا اول جندي امريكي يقتل في عملية غضب الفرات بمحيط مدينة الرقة وكان البنتاجون قد اعلن في وقت سابق ان قوات امريكية خاصة توجد في الوقت الراهن شمالية سوريا لتقديم المساعدة في الحرب ضد داعش في الاثناء افادت مراسلة الميادين في سوريا بانه تم التوافق على بدء خروج المسلحين من خان الشيح بريفي دمشق الجنوبي الغربي واضافت ان الخروج سيكون على دفعات بدءا من يوم السبت المقبل مصادر اعلامية اشارت لان عدد الراغبين في مغادرة منطقة خان الشيح في الغطة الغربية وصل الى الفين وذلك نحو وجهتين هما درعا جنوبا وادلب شمالا مساعد المبعوث الاممي لسوريا يان ايغلاند اعلن ان الجماعات المسلحة في شرق حلب وافقت على خطة لتسليم المساعدات وعمليات الاجلال اسباب طبية مشددا على ضرورة تحييد المرافق الطبية في حلب عن اي استهداف لدينا الموافقة الخطية من قبل الجماعات المسلحة في شرق حلب ولدينا الدعم الروسي بشأن الخطة المؤلفة من اربع نقاط نحن بحاجة الى موافقة خطية ودعم غير مشروط من روسيا ونحن ايضا بانتظار الجواب من الحكومة السورية الشاحنات جاهزة في تركيا وغرب حلب لادخال المساعدات نحن جاهزون لإخلاء مئات الجرحة في غرب حلب وادلب نفع المبعوث الاممي الخاص الى سوريا سيفان ديمستورا نبأ استقالته من منصبه تقارير علمية كانت قد تداولت خبر الاستقالة نقلا عند برماسيين في الامم المتحدة وتقول المصادر وانا ديمستورا طلب من الامين العام للامم المتحدة من كيمون اعفاءه من مهمته لأسباب شخصية ننتقل الى لبنان حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وعناصر من داعش في ودي الارانب بعرسال الاشتباكات ادت الى اصابة امير داعش ومقتل مرافقه للمزيد من التفاصيل انضم الينا زميل محمد الساحلي صباح الخير محمد ماذا في تفاصيل هذا الخبر بالفعل وصا عملية نوعية صحة تبقى عملية استباقية غير متوقعة لتنظيم داعش نفذها الجيش اللبناني تحديدا في ودي الارانب حيث قام بمداهمة احدى المزارع في ودي الارانب الارانب وبعد اشتباكات وصفت بالعنيسة استطاع الجيش اللبناني توقيف احد عشر ارهابيا بينهم المسؤول الارهابي احمد يوسف امون احمد يوسف امون هو الملقب بالشيخ وهو غير احمد امون الذي ايضا تم توقيفه قبل حوالي الخمسة اشهر هو ايضا مناشط كبير في تنظيم داعش وكان يلقب بالابرس اليوم الموقوف هو احمد يوسف امون الملقب بالشيخ هو قائد مجموعات مسلحة منذ بداية الازمة السورية منذ بداية الحراكة المسلحة في سوريا عام 2012 كان ناشط جدا على الحدود السورية في منطقة جوسي تحديدا ومن بعدها في منطقة القطاع ومن بعدها كان اول من بايع تنظيم داعش عند وصوله الى السلسلة الشرقية في 2014 لضافة الى تهمه الكثيرة في نقل وتفخيخ السيارات ونقلها الى لبنان الى دوره اللوجيستي الكبير في نقل ايضا نواد لتنظيم داعش لضافة الى دوره الكبير ايضا في اختفاء الجنود اللبنانيين وبإضافة الى اخر التهم الموكلة اليه التأمين اللوجيستي للانتحارين الثمانية الذين دخلوا الى بلدة القاع في شهر حزيران من هذه السنة نعم كل شكر لك زميل محمد الساحلي كنت معنا من البقاع شرق لبنان موسيقى اهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين استشهد ثمانية جنود مصريين وصيب اثنى عشر اخرون بهجوم بالاسلحة الرشاشرة وسيارات مفخخة على احدى نقاط التأمين في شمال سيناء الناطق باسم الجيش المصري قال ان الهجوم تخللته اشتباكات بين الطرفين لدات لمقتل ثلاثة مسلحين فيما اكدت مصادر امنية مصرية نمر وحيات الجيش قصفت مواقع في منطقتين السبيل والمزرعة بجنوب العريش قالت انها تمثل بؤرا للارهابيين تتواصل وتتسع الحرائق في فلسطين المحتلة الحكومة الاسرائيلية اجلت عشرات الالاف عن منازلهم واغلقت طرقا سريعة بسبب الحرائق بلدية حيفا دعت سكان 11 حيا الى المغادرة فيما اصبحت الحرائق تهدد منازل في الجليل الاسفل رئيس الحكومة بن يمين تنيه اعتبر ان كل حريق اندلع نتيجة عمل متعمد او تحريض على الحرق يعاد عملا ارهبيا وسيجري تعامل معه على هذا الاساس حيفا تحترق واحياؤها تشتعل اضافة الى مناطق اخرى واسرائيل تشتبه في ان الحرائق الاعنف من نوعها هي فعل متعمد تزامن اندلاع الحرائق في عدة اماكن اعزز الشبهات بانها عمل متعمد وفيما تتواصل عمليات الاعتقال اكدت وزيرة العدل ايالي تشاكيد ان اسرائيل ستحارب من دون هوادة ما سمته ارهاب النيران فيما توعد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو باقصى العقوبات بحق المتهمين بالحرائق نحن نواجه ارهاب الحرائق المتعمدة ونواجه تحريضا على الحرائق بالنسبة لنا الامران متشابهان وسنسخر كل قوتنا القانونية لملاحقة المسؤولين عن الامر ما يحدث جريمة بكل المعاني وبالنسبة لنا هو ارهاب بكل المعاني ايضا شرطة الاحتلال تحدثت عن فرضية ان تكون النيران قد ادرمت على خلفية قومية ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان اوعز الى الشرطة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن اشخاص يحرضون على افتعال الحرائق او يعربون عن سرورهم لاندلاعها النيران الاخرة بالانتشار والتوسع ساعة تلو الاخرى دفعت وزارة الداخلية الى الاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات بالتوازي مع اعلان حالة الطوارئ وايقاف الجيش الاجازات وحجز الضباط والجنود بسبب احتمال الحاجة الى اخلاء الاف السكان الاخرين من حيفا وغيرها خلال الايام المقبلة وذلك نتيجة الحرائق التي لا يبدو انها ستنحسر وسط وقعات باستمرار تمددها في انحاء وسط فلسطين المحتلة وشمالها ومناطق في الضفة الغربية المحتلة جراء الاحوال الجوية السائدة وقوة الرياح وتدني نسبة الرطوبة ومع اتساع دائرة الحرائق عمدت السلطات الى اخلاء جامعة حيفا والمرفأ فيها واجلاء الالاف من المدينة واخلاء سجني الدامون وكرمائيل في غضون ذلك استقدمت اسرائيل طائرات اطفاء من عدة دول منها تركيا وروسيا وايطاليا وكرواتيا وقبرص وسائل الاعلام التي وصفت الحدث بانه انتفاضة الحرائق استفكرت ما ذهب البعض في تفسيرهم لما يجري بالقول انه عقاب رباني لاسرائيل على تدخلها في الاذان وفتحت الباب امام تساؤلات عما اذا كانت اسرائيل امام شكل جديد وخطر من الصراع الذي لا يمكن توقعه بشكل مسبق من اجهزة الاستخبارات رفضت القوى الفلسطينية واخرى لبنانية الاستمرار في بناء جدار اسمنتي حول مخيم معين الحلوى في جنوب لبنان فيما اكدت مصادر امنية لبنانية ان الهدف من بناء الجدار هو منع تسلل الارهابيين من المخيم واليه جمال الغرب والتفاصيل بناء جدار يلف مخيم عين الحلوى على مسافة كيلو مترين انطلق جدار مخطط له منذ عدة سنوات وبدأ العمل على تنفيذه بعد استكمال التمويل اللازم لبنائه غير ان مشهد المقاعبات الاسمنتية اثار حفيظة ابناء المخيم كذلك الحال بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية والفلسطينية هذا الجدار الذي يحاكي الان اولا ليس فقط يعزل المجتمع الفلسطيني عن المجتمع اللبناني وجوامه لكن في نفس الوقت يشكل ازم نفسي واقتصادي ويضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوى لم يكن قرار تشييد الجدار هو الخيار الاول لدى الدولة اللبنانية المكان الذي يجري العمل فيه الان شكل في السنوات الماضية ممرا امنا لتنقل العديد من الارهابيين والمطلوبين كلوان سياسية لبنانية دعت الدولة الى مقاربة الوضع الفلسطيني من منطلقات وطنية واجتماعية وسياسية ايضا هناك اصرار في المرحلة السابقة على اعتبار انه الملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية وملف امني نحن ندعو العهد الجديد الى تغيير هذه النظرة الى ملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتوسيع الافق باتجاه سياسي واقتصادي واجتماعي يتعلق بتعزيز نضال الشعب الفلسطيني استمرار العمل في بناء الجدار يضع الفلسطينيين في مأزق رغم تفهمهم للقلق الامني اللبناني وعلى الرغم من حرص ابناء المخيمات على عدم الانجرار الى مواجهة مع الدولة اللبنانية تتخوف مصادر فلسطينية من دخول اطراف على خط الحراك المعارض للجدار واخذ الامور الى مكان لا يريده احد بينما تجمع القوى والهيئات اللبنانية والفلسطينية على رفض بناء الجدار حول مخيم عين الحلوي تؤكد مصادر امنية لبنانية ان الجدار ليس لعزل الشعب الفلسطيني عن محيطه بل لدواع امنية في منطقة تعتبر خاصرة امنية رخوة يتسلل منها ارهابيون ومطلوبون للقضاء جمع للغرب سيد جنوب لبنان الميادين دخلت الكويت مرحلة الصمت الانتخابية التي تسبق موعد الاقتراع السبت وتغلب على برامج المرشحين الامور المعيشية ولسيما قضية رفع الدعم عن المشتقة النفطية تقرير محمد السواد انتخابات هي السابعة خلال عشر سنوات في اطار دوامة صراع مستمر بين الحكومة ونواب المعارضة في مجلس الامة الذي تعرض للحل اكثر من مرة اما بقرار اميري او بامر من المحكمة البستورية وانتخابات اليوم تأتي بعد حل المجلس الاخير بقرار من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بسبب ازمة طلب استجواب لوزيري المالية والعدل على خلفية قرارات اتخذتها الحكومة بتقليص النفقات في الموازنة الجديدة وشملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية يات الدولة اختارت من كل القائمة الطويلة للدعم وراحت على البنزين المقترح يمكن يوفر على الدولة 250 مليون دينار بالسنة وفي نفس الوقت وفي نفس السنة الدولة تصرف ما مقداره تقريبا 750 مليون دينار على ما يسمى بالعلاج بالخارج يساهم بحد كبير في اضعاف وصول المرأة لان تيارات لبرالية وديمقراطية تصون حقوق الفرد بغض النظر شنو هو جنسة او لونة او اعتقادة بعكس التيارات المتأسلمة ولا تخلو خطابات المرشحين كالعادة من التصعيد اتجاه الحكومة ولسيما في الامور المعيشية في ظل ارقام رسمية اظهرت ارتفاع نسبة البطالة الى نحو 15% تجربة الكويت التشريعية هي الاقدم بين دول الخليج وربما تكون الصلاحيات البرلمانية واحدة من اهم الصلاحيات بين البرلمانات العربية لكن رغم هذا الارث الديمقراطي تبقى معضلة الشلل السياسية التي اصابت عشرات المجالس خلال العقود الماضية حاضرة بكل تفاصيلها محمد السواد من الكويت الميادين حاضرة الخارجية الروسية من انها سترد اذا نفذ قرار الاتحاد الاوروبي بشأن الاعلام الروسي واصفة الوثيقة الاوروبية بهذا شأن بانها مليئة بالافتراءات المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا اكدت ان موسكو لا تروج اي دعاية ضد الاتحاد الاوروبي املة ان لا تتحول تلك القرارات الى خطوات عملية لان اعتماد هذه الوثيقة سبب موجة كبيرة من الرفض في الاتحاد الاوروبي ذاته ادارة شبكة الميادين عربت عن استيائها من قرار البلمان الاوروبي ضد وسائل الاعلام الروسية وفي برقية الى رئيس الوكالة الدولية للعلام الروسية اعربت ادارة الميادين عن تضمنها الصادق والدعم لوسائل الاعلام الروسية ورأت ادارة الميادين ان القرار يعكس مدى التدهور في العقل السياسي والاعلامي المايدين أشارت إلى أن القرار دليل على مدى نجاح الإعلام الروسي في التأثير الإيجابي على رأي العام الأوروبي والعالمي في مواجهة آلة التضليل وقعت كولومبيا مع القوات المسلحة الثورية فارك اتفاق سلام يرمي إلى طي صفحة حرب استمرت أكثر من نصف قرن الرئيس الكولومبي إخوان منويل سانتوس قال أن السلام يعطي الرجاء والإيمان بالمستقبل وبإمكان عيش حياة أفضل للكولومبيين بينما أكد زعيم فارك أن هذا الاتفاق سينهي الحرب إلى الأبد وأوقع النزاع المسلح بين الجيش والقوات المسلحة الثورية أكثر من 260 ألف قتيل فيما لاعتقلت قوات الأمن في مدينة جاو المسؤولة الثاني في فصيل تنبع لحركة أنصار الدين المتشددة وهو الذي تتهمه السلطات المالية بالمسؤولية عن كمين استهدف الأسبوع الماضي دورية للجيش في تومبكتو ما أسفر عن مقتل خمسة جنود ومدني واحد إلى عنوين الصحف مع زميلة هبة الله بطار صباح الخير صباح الخير وفاء شكرا لك وصباح الخير لكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة الأخبار ونقرأ فيها بروفا الجحيم النار تحاصر إسرائيل أيضا في الأخبار بري عرسال جديدة تهدد شبع الحريري متمسك بالأشغال للقوات لحكومة من دون رئيس المجلس إلى الكويت مع صحيفة النهار ونقرأ فيها العراق ثمانون قتيلا في هجوم انتحاري استهدف زوار الأربعينية السيسي يثمن دور الكويت في تسوية الأزمات العربية البرلمان الأوروبي يطلب تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى سلطنة عمان مع صحيفة الوطن ونقرأ فيها سوريا ستتقتل بقذائف الإرهاب على ريف دمشق العراق انتحاري يقتل العشرات ببغداد ومخوف من خلايا نائبة داعشية في الأنبار في اليمن ثلاثون قتيلا في معارك بتاعز وحجة من الصحف الفلسطينية نختار صحيفة القدس ونقرأ فيها إجلاء 75 ألفا من سكان حيفا وإصابة 242 شخصا أضخم الحرائق في تاريخ إسرائيل ونتنياهو يحرض ويتحدث عن إرهاب الحرائق التنفيذية تدعو المجتمع الدولي إلى مقاطعة الاستيطان وتؤكد استمرار مساعيها لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال اجتماعها برئاسة الرئيس من صحيفة القدس الفلسطينية إلى صحيفة الشروق التونسية ونقرأ فيها إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص الهيئة الإدارية للاتحاد تصعد ماذا وراء استقطاب النهضة لرجال بن علي والسلع التركية تغلق أسواقنا أما الآن فننتقل إلى صحيفة القدس العربي ونختار من عنوينها العراق تفجير انتحاري يوقع نحو مئة قتل أغلبهم إيرانيون تنظم الدولة أعلن مسؤوليته والجيش يفرض حضرة جوال شرق الموصل بن علي يتهم هيئة الحقيقة والكرامة بتفرقة التونسيين ختم هذه الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط وفيها إسرائيل تحت رقوى برلمانيون انتفاضة نيران إجلاء خمسين ألفا واستنجاد بطائرات إطفاء من سبع دول بينها تركيا رئيس حكومة تونس بددنا وقتا طويلا في الانتقال السياسي قال للشرق الأوسط إن على بلاده الالتفات لتحديات الاقتصاد مع هذا العنوان نصل إلى ختم هذه الجولة ونعود الآن إلى وفاء كل شكر لك هبة النشرة انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ارتفاع حصيلة هجوم داعش الإرهابي جنوبي بغداد لأكثر من مئة شهيد الحرائق تلتهم المزيد من المناطق في فلسطين المحتلة ونتنياهو يتوعد بمعاملة مشعل الحرائق كإرهابي صمت انتخابي في الكوائد عشية انطلاق تصويت الاختيار أعضاء مجلس الأمة السم نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الاسبانية اسبانال دوت المايدين دوت نت بالإضافة إلى صفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء